بمجتمعنا السوري اللي هو مجتمع شرقي بالأساس ومجتمع محافظ بالمسلمين والمسيحية والأرمن وكافة الأطياف الجميع أو على الأقل 90% من الشعب ما بيقبلوا بعرض مشاهد بيسموها حميمية وهي بالأصح مشاهد مخلة بالأدب وخارج عن الأخلاق والتقاليد اللي تربين عليها شفنا مشهد مخلة بالأدب جمع الممثل عبد المنعم عمايري وكين دا حنة بفيلم الإفطار الأخير اللي تعرض لانتقادات حادة من الجمهور بعدها طلعت ممثلة اسمها يارا قاسم والممثلة يزيد السيد بمسلسل بدون قيد بمشهد كمان مخل بالأدب وبتقول يارا أنه اضطرت لمغادرة البلاد بعد ردة فعل الشارع عليها يعيني على ردة فعل الشارع طبيعية ومنطقية اللي مو منطقي هو اللي انت عملتيه وطبعا ما بننسى مسلسل شارع شيكاغو اللي احتوى كتير من المشاهد اللي مخلة لسلافة وخارجي ومهيار خضور هذا النقد اللي عم تتعرضوا هذا المشاهد والممثلين دفع الممثل جلال شاموت لمهاجمة المجتمع كله وقال جلال لمنتقدي القبلات العالم تقبلت القبلات ولا ان شاء الله عمره ما تقبلت بكل بساطة اللي ما عنده رغبة يشوف أولاده أو يشوفوا القبلات يقلب المحطة واذا ما بده يقلب المحطة يقلب على ظهره ويحط راسه وينام وانا عن جد ما عندي مشكلة اعمل دور قبله طالما المشهد او النص يتحمل المشكلة بيوعي المجتمع انه ما نقادر المجتمع يتقبل هيك شي خلونا نشوف السوريين شوردوا عليه امل عم بتقول اسمعتوا يسم بدنه الهي هذا مو فنان هذا متعدي على الفن اللي ما بهموا الجمهور ينقبر ويقعد بالبيت ولا يورجينا خلقته على الشاشة وإلا رح نستلموا نحنا الجماهير عشرة بلدي وما حدا يجرد يعلى قبل ثان الجماهير الغفيرة منشان ما تشوحوا وتنوحوا وتقول الجمهور عم يتنمر علينا اما حبيبة فعم بتقول والله اصلا انتو عم تشتغلوا وتموتوا من شغلكم منشان نحنا يعيعجبنا يا لأ وما عجبنا ولا حيعجبنا وكتير مصدق حالك انت وغيرك اما اسماعيل فعم بيقول والله من اول ما شفتك على التلفزيون كنت حس انك قليل فهم بس على الفيس بيانت اكتر من قليل فهم تعليق اخر بيقول مع وحق على اساس ولادنا ملائكة اي كل ولد عمره عشر سنين بيعرف شغلات ما بيعرفوا اهله وبنت العشر سنين بتلعب ثلاث ارباع الشباب على اصابعه اما عيسى فعم يقول نحنا ما عنا كهرباء لنشوف او ما منشوف القبلات بس تجي الكهرباء من رد عليك اشتركوا في القناة